اشتركوا في القناة 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 طيب نروح على برنامج اي فاير اللي حملناه من السيديا هذا البرنامج يشوف لك كل حاجة في الايفون وتقدر تسوي اي حاجة فيه انا روح اعلمكم من بداية نروح على VAR تلقونا احد تحت اخر شي بعد VAR نروح على حاجة اسمها Stash هذه هنا Stash بعدين نروح على Themes بعد Themes نروح على Themes اللي حملناه لهو HTCFX بعدين نروح على Private نروح على Configure Me وصلنا نروح على Text Viewer Edit اوكي الاشياء انا مادي اذا كان كاميرا راح تشوف اوكي حاولت اضبط الكاميرا بحيث انها تصير اوضح شي كاميرتي لاسف ما هي ذاكي الكاميرا مثل ما انتم شايفين لازم تكون الخيارات مثل ما انتم شايفين هنا نروح نضغط على Edit بعد Edit اهم شي شوفوا اهم شي يتكون لا تتخربون فراغات هذه في فراغات معينة هنا نحط منشستر لان منشستر انا ساكن في منشستر حطوا اسم المدينة بعد اسم المدينة حطوا الدولة اللي انتم ساكنين فيها من السعودي حطوا Saudi Arabia بالكبيتال لاتر ساودي بالاس منشستر اهم شي حاجة وحطوا على هنا 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 تكون هنا ثلاثين دقيقة حطيت عشرة يعني هذي اهم الحاجة بالنسبة للثيم الطقس حالة الطقس اوكي لازم تحفظون الحاشية وتزينون اعدادات مثل ما هي المدينة بالفاصلة هنا في فراغ مثل ما تم شايفين في فراغ هنا هنا في فراغ خلوا نفسها وبس حطوا سيف بعدين دون القماتة خلصون اذا خلصتوا بعد ما نخلص من الاعدادات وكل حاجة نروح على الوينتر بورد من هنا من الحم برامج اللي حملنا سابقا نروح نغير اي حاجة ونرجعها مثل ما هي تضغرنا كلمة ري سبينغ نضغط على ري سبينغ وان شاء الله تضبط ونفسر كل حاجة تمام على ما يحتاج لاني انا عندي كل حاجة كويسة ان شاء الله راح تشوفون مثل ما انتم ظاهر لكم هنا بالضبط لكن بالنسبة لاذا ما ضبط الوينتر نعيد ان نكرر مرة ثانية نفس ما سوينا لكن تأكدوا الله يخليكم ساود ارابيا الساودي كلمة الاس والباقي سمال لتر والارابيا كلمة اي كابيتل والباقي سمال لتر وان شاء الله نراكم على مقطع ثاني لمتابعة جديدة اتمنى متابعتي على تويتر عشان تابعوني اول باول او تابعوني على المدونة على تمبلر عفوا عندي مدونة ننزل فيها حاجات يعني غالبا خاصة بالايفون لكن حاجات عامة لكن احيانا غالبا تكون خاصة بالايفون هذا كل شيء وان شاء الله نراكم على مقطع اخر ثماني الله سلام عليكم موسيقى